يعني كما قلنا في مقدمة هذا الحوار أنه الدولة نجحت وتنجح دائما في إعادة أبنائها ليس فقط من السودان الشقيق ولكن هذه الأزمة يمكن مرت عدة مرات بمصر وفي كل مرة نجحت نجاحا كبيرا في إعادة مواطنيها سالمين مرة أخرى إلى أرض الوطن ما الذي يعكسه هذا على شعور أي مصري متواجد في أي مكان يحدث فيه نزاع مسلح؟ يعني الحقيقة ليس من قبيل المجملة أو المبالغة أن المواطن المصري أصبح الآن يشعر بطمأنينة بأمان بثقة في بلدي أنها لا يمكن أن تتخلى عنه في أحلك الظروف في أصعب المواقف في أي أزمات نحن نتحدث فقط عن ما يجري الآن لكن خلينا حتى نفكر السادة المشاهدين بالدور الكبير اللي لعبته الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة في أزمات سابقة من أفغانستان وما جرى فيها وإجلاء المواطنين المصريين ما حدث في أوكرانيا وإجلاء المصريين ما حدث في ليبيا ما حدث في اليمن في كل بؤر التوترات والصراعات الدولة المصرية بكل مؤسستها كورونا كمان لا ده كورونا ده كان يعني حديث طويل بقى احنا نتكلم على الأزمات اللي هي فيها صراعات غير كورونا كانت قصة نجاح أخرى كبيرة وممتدة في دول متعددة وكثيرة وأيام طويلة وألاف من المصريين عادوا فهذا هو نهج الدولة المصرية هذا هو فكرها هذه هي مسؤوليتها تقوم بها على أكمل وجه بكل اقتدار بكل احترافية بكل مهنية بكل سلاسة خلية الأزمة أصبحت منعقدة أو تنعقد بشكل سريع جدا لسنا دولة كبيرة بها مؤسسات وبالتالي اتخاذ القرار ليس هناك ارتباك في القرار ليس هناك وضوح في الرؤية كيف نحافظ على أمنين القومي في نفس الوقت زي ما حضرتك ذكرت لا ندخل في شؤون الدول بما يسيء إلى علاقتنا مع هذه الشعوب وهذه الدول ومؤسسات الوطنية كيف نجحت مصر في هذه معادلة بالذات أستاذ اسلام مصر كانت على تواصل مع كل أطراف الأزمة في الداخل مصر كانت على تواصل مع كل الدول الفاعلة سواء في الإقليم أو على مستوى العالم ومنظمات الدولية أيضا وبالتالي تتحرك في إطار الأطر الدولماسية المتنوعة ومصر لديها مدرسة دبلوماسية هي الكبرى في المنطقة أو في الإقليم يعني لا يزايد على ذلك أحد وبالتالي شاهدنا منذ اللحظة الأولى ووضوح الرؤية وبالتالي النجاح في اتخاذ القرار المناسب والتوقيت المناسب وفي دول كبرى الحقيقة تعاني على الأرض كثيرا بسبب إجلاء رعاياها عن ضريق ممرات آمنة ولكن مصر بالتخطيط والتنفيذ وتضافر كل الجهود من مؤسسات السياسية والأمنية والقادة السياسية التي تتبع لحظيا العمليات على الأرض توفير كل الإمكانيات المتاحة لمن يعملون على الأرض هناك ومع السفارة المصرية وهنا بقى أثمن على الدور اللي بتقوم به وزارة خارجية على الأرض مع مجموعات مصرية احنا بنتكلم هنا عن توفر المعلومات بشكل دوري ومتواتر وضوح وشفافية في المعلومات وفي مواجهة الموقف وبالتالي احنا أي شائعات أو أي شيء من هذا القبيل بيتم الرجوع لمؤسسات الدولة والاعتماد على البيانات الرسمية ده نجاح كبير جدا في إدارة الأزمة ما قاله السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن البعثة الدوليوسية المصرية هي آخر من يغادر السودان بعد الاطمئنان وتأمين الرعاية والمواطنين المصريين وخروجهم آمنين ولن نتحدث فقط عن المصريين نحن نتحدث عن جنسيات أخرى كثيرة قبل الهواء كنت بتكلم مع حضرتك في هذه النقطة أنه عندما تحدثنا إلى مفادنا في معبر أرقين قال لنا أن الحفلات التي تصل ليست يعني لا تقل فقط مصريين أو سودانيين ولكن أيضا هناك جنسيات من دول أخرى يمكن هذا بيعكس الثقة في أن مصر أدرت الأزمة أكثر من مرة من قبل ولهذا ظهرت جنسيات أخرى تريد الوصول إلى بلادها عن طريق مصر يعني علاقات مصر بدول العالم ودول الإقليم ليست في خصومة مع أحد بل على العكس تماما نحن دائما نتواصل مع كل دول المنطقة في الإقليم ودول عالم وبالتالي يتم الاعتداد بموقف مصر وأن دول كثيرة بتركن أو تستند على مصر في إدارة الأزمة على الأرض وده حصل على مدار الساعات الماضية شفناه جيدا ويمكن المراسل إكسترا المعلومات دقيقة جدا عن خروج ما يقرب من 100 أوتوبيس بيقل مصريين وغير مصريين من أرقين من منفذ البري واحد بخلاف القنصليتين المصريتين في بورسودان وفي ودي حلفة وبالتالي نحن نتعامل مع كل الدول ونقدم يد المساعدة والعون لأي مواطن أي إنسان نحن شركاء في الإنسانية ونحن حرصون على أن لا ينزف دم على أرض شقيقة نعتز بها كثيرا